اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو كنتم توكلونا على الله حق التوكل لا 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 رزقتم كما ترزقوا الطير تغدوا خماصوا وتروحوا بطانة الطير رزقها الله ولا ما رزقهاش وعلاش تبكر قال لك واحد السيد خرج خرج باش يمشي يخدم مع الصباح ويبال له واحد ذاك بن عميرة تعارفوا ذاك بن عميرة بو عميرة تعارفوا كيف ذاك بن عميرة جايب شي مكلف السماء وذاك السيد يشوف ومشا نزلوا عنده واحدة الجوحر ومشا فرفر الجوحر خرج منه ثعبان أعمى فأكله فقال ربي ما نساش حتى الثعب الأعمى ثعبان الأعمى سخر له الله طير فالسماء يجيب له الرزق وانا يقول الله غلاني وليه الدار وليه الدار قال يستنى يرزقوا ربيكي ما يرزق مشا عن صاحب اللي هو إبراهيم التيمي هذا إبراهيم بن أدهم والتيمي قال له ما شكت خرجت وشي تخدم قال له خرجت أبتغ الرزق وبينما أنا في الطريق إذ رأيت طائرا في السماء يحمل في منقاره رزقا فنزل عند جحر فحط الرزق رفرف في السماء فصرت ألاحظ فخرج بعدها ثعبان أعمى فأكله فقلت إن كان الله لم ينسى ثعبانا في جحر وهو أعمى سخر له الطير في السماء فأنا أكرم عند الله من كل هذه المخلوقات أنا آدمي أنا ابن آدم يا رب ما يسعني شنولي قال له ويحك ولماذا رضيت أن تكون أنت الثعبان الأعمى كون الطاعر الذي سخره الله بأن يأتي بالأرزاق للأعمى اليد العليا خير من اليد السفلة تشتغي العمى مش تشتك اللي مش يجيب العمى كنت ذاك اللي يجيب البسكير ويجيب الفقير ويجيب الأرمالة يتحرك ويخدم على أولاده وعلى جيرانه مش يبع ذاك اللي يجمع الفلوس على شلالة فرنك وياكل مع أحبابه والجيراني صفت لهم الشوربة خدم وانت تعطي للأخرين انت تعطي للأخرين إذن صحيح على الآيالة ماشي صحيح ماشي تقول أغيب وحدها قول ثاني عوداك والله تعبدنا بطلب الرزق باتخاذ الأسباب المشروعة فإن رسول الله سأل رجل كان يصلي ويمكث في المسجد قال ما لي أرأك في المسجد لا تخرج قال له نبقاننا قال له ومن يعيلك قال أخي أخي قال له أخيك واسمه يدير قال له يصلي ويمشي قال أخوك أعبدو منك ما فهمتش كالعباد أخوك أعبدو منك باش يكون عندنا المفهوم كامل قال أخوك 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 أخوك